مرحبا في فيديو جديد عن HTML عند التعامل مع النصوص ومع اللغات المكتوبة نحتاج في بعض الأحيان إلى إعطاء أهمية أكثر لأجزاء من النصوص على حساب أجزاء أخرى وفي HTML لدينا عنصر مخصص لهذا الغرط العنصر Strong يستخدم في HTML لإعطاء أهمية بالغة أو أهمية قصوى للنص الذي بداخله لدينا في هذا المثال عنصر Paragraphua بداخله حبارة الصلاوات الخمس فردعين على كل مسلم مكلف وكما نلاحظ هنا تم وضع الكلمتين فردعين داخل العنصر Strong لإعطاء أهمية أكبر لهذه الجزئية بالتحديد وكما نلاحظ أيضا يتم عرض لمحتوى داخل العنصر Strong بخط عريض أو بالإنجليزية Bold كل مستوى من مستويات تشعب العنصر Strong يعطي أهمية أكبر للنص الذي بداخله نفس المثال السابق لكن هذه المرة وضعنا العبارة بأكملها داخل العنصر Strong وزيادة على ذلك تم وضع الكلمتين فردعين داخل العنصر Strong وإذا كنا أعطينا أهمية بالغة للعبارة بأكملها باستخدام العنصر Strong فإننا باستخدام نفس العنصر على الكلمتين فردعين يعني يعطي أهمية أكبر وأكبر لهذه الجزئية بالتحديد ومن بين الاستخدامات الأخرى للعنصر Strong في HTML هو للتحذيرات أو التنبيهات أو الأمور الملحة في هذا المثال لدينا Paragraph وبداخله عبارة تحذير انتبه للإشارات الضوئية قبل المرور من دقاطعات الطرق وكما نلاحظ هنا تم وضع كلمة تحذير داخل العنصر Strong ليعطي أهمية أكبر لهذه الجزئية بالتحديد ويمكننا أيضا وعلى سبيل المثال وضع الكلمة انتبه داخل العنصر Strong وإذا كان العنصر إيم الذي رأيناه في الفيديو السابق يغير معنى النص أو المحتوى الذي يكون بداخله فإن العنصر Strong لا يغير معنى النص أو المحتوى لأن دور ووظيفة العنصر Strong هي فقط إعطاء أهمية أكبر للنص أو المحتوى الذي يكون بداخله والآن لننتقل إلى محرر النصوص لنعرف المزيد عن العنصر Strong إذن أمامنا نفس صفحة Index HTML التي اشتغلنا عليها منذ بداية هذه الضورة وسأقوم بإزالة هذه الأمثلة من الفيديو السابق إذن العنصر Strong لا يختلف عن بقية عناصر HTML بحيث يكتبين علامتي أصغر من وأكبر من ويحتاج إلى وسام نهاية إذن لنقم بإدخال عنصر Paragraph وبداخل الparagraph عبارة الصلاوات الخمس فرض عين على كل مسلم مكلف ولنقم باستعراض محتوى الصفحة داخل المحرر Atom وكما نلاحظ هنا يتم عرض العبارة بخط عادي لكن إذا قمنا بإضافة العنصر Strong على العبارة فرض عين نلاحظ هنا تغيرت طريقة عرض هذه الجزئية من خط عادي إلى خط عريض لكن ليس الهدف من استخدام العنصر Strong لعرض النص بخط عريض لأن ذلك يمكن تحقيقه بسهولة باستخدام CSS لكن لمعنى هنا يختلف لأن العنصر Strong يعني يعطى أهمية أكبر للنص الذي يكون بداخله كما قلنا سابقا ومن بين أهداف استخدام العنصر Strong في HTML هو أن جهزة قراءة الشاشات وغيرها من التقنيات التي يستخدمها الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة هو أن هذه الأجهزة تستطيع التعرف على العنصر Strong وبالتالي عند قراءة النصوص يتم تغيير نبرة الصوت عند مصادفة عناصر من هذا النوع مثل Strong ويم وغيرها من العناصر المماثلة وقبل إنهاء هذا الفيديو أودت الإشارة إلى أن هناك عنصر آخر في HTML يسمى العنصر B وإذا قمنا باستبدال العنصر Strong بالعنصر B نلاحظ أنه لم يتغير شيء هنا ما زال الخط عريضا وكأن العنصر B هو مثل العنصر Strong تماما وكما قلت سابقا فتغيير مظهر النصوص وشكلها أو حجمها أو وزن الخطوط كل ذلك يمكن تحقيقه بسهولة باستخدام CSS لكن العنصر Strong له معنى مختلف عن العنصر B وسنتحدث إن شاء الله عن العنصر B في الفيديو المخصص لذلك إن شاء الله وصلنا إذن إلى نهاية هذا الفيديو أراكم في فيديو قادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته